السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالاسكندرية اخبار عاجلة عن مدينة الاسكندرية واول امطار الخريف والارصاد تكشف عن تفاصيل الامطار خلال 72 ساعة المقبلة بس قبل من اتكلم على التفاصيل بشكل كامل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل الاخبار الجديدة والحصرية كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للارصاد الجوية عن توقعات فرص الامطار خلال 72 ساعة المقبلة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الانحاء ونشاط الرياح الذي يعمل على اتراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط واشارت هيئة الارصاد الجوية الان من المتوقع غدا الخميس فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومن يوم الجمعة من المتوقع ان تمتد فرص الامطار الى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة ايضا مع يوم السابت تستمر فرص الامطار وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وقد اوضحت هيئة الارصاد الجوية ان اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقال الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاربعاء الكهيرة العظمة 32 والصغرى 23 الاسكندرية 29 والصغرى 23 وتروح العظمة 28 والصغرى 22 وسهاج العظمة 35 والصغرى 24 وكناء العظمة 39 والصغرى 26 وأسوان العظمة 41 والصغرى 26 وأشهد اليوم أيضا انخفاض في درجات الحرارة ليسود تقس حرارة بنهارا على الكهيرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ورطب ليلا على الكهيرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيه متابعة مستمرة لأخبار التقس في مصر والأسكندرية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار عن حالة التقس أول بأول